مقدمة التقرير لمن واحد كثير من هامران مددد هامران الذين يحبوني يتحدثوا على الوaksلان المحوظة التي يتحدثوا إلى الوaksلان المحوظة عائلة المحوظة وهذا العديد من هامران محوظة وف الشهر لإقافال محوظة من ثم كل طريق محوظة وفهداء المحوظة وفوط المحوظة إن السودان في وضع مشابه لدول كبرى تمر بحالة ديون هناك برنامج إعفاء ديون وهو هذا عن طريق هذا البرنامج يمكن إعفاء الديون المطلوب أن يقدم السودان خطة اقتصادية تدعم الشرائح الفقيرة وهو الطريق لإعفاء الديون ودع بريطانيا الحكومة السودانية توفير المناخ الملائم للاستثمار مبدئة رغبتها لاستثمار في سودان لا يوجد عراقيل تمنع الشركات البريطانية من الاتثمار في السودان واتقع المسؤولية على عاتق الحكومة السودانية توفير المناخ يشجع المثثمارين الأجانب الاستثمار في السودان وعن العقوبات الوحادية المفروضة على السودان قال بيتر المملكة المتحدة ليس لها عقوبات على السودان أماني عبد الرحمن السيد راديو سوا الخرطوم أماني عبد الرحمن